شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة صباح اليوم الخميسة حفلة تخريج طلبة الكلية الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة وذلك في قاعة المدينة الجامعية في ثاني أيام العرس الأكاديمي التي تشهده إمارة الشارقة وجامعة الشارقة على وجه الخصوص حضر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة حفلة تخريج طلبة الكليات الطبية والصحية بجامعة الشارقة وكان الحفل قد استهل بدخول مواكب الخريجين والخريجات كل حسب تخصصه أعقب ذلك دخول عضاء الهيئتين التدريسية والأكاديمية ثم دخول راعي الحفل لسمو نائب حاكم الشارقة ثم ألقى مدير جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي كلمة وجه من خلالها رسالة إلى الخريجين والخريجات مهنئا إياهم ومباركا لهم النجاح والتخرج ومشيرا إلى أهمية تقدير المسئولية ومواصلة التعلم والجد والاجتهاد وتناول مدير الجامعة خلال كلمته الجهود الكبيرة واللا محدودة لصاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة مؤسس الجامعة في وضع الأسس الصحيحة لتأهيل الطلبة في مختلف المهن الطبية والصحية ثم دعا مدير جامعة الشارقة سمو نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة لإلقاء كلمة له بهذه المناسبة قال فيها سموه إنه من دواعي سروري أن أقف بينكم اليوم لنحتفل معا بمجموعة يدرك الجميع بأن تخصصاتهم مهمة ولكن التجربة أثبتت بأنهم الأهم الحفل الكريم خروجون العزاء خلال السنوات المنصرمة اجتاح العالم هم عظيم جعلنا نقف على قدم مواحدة نضرب أخماسا بأسداس نبحث عن ملجأ بعد الله فوجدناه بكم وبمن يحملون تخصصاتكم وقفوا في وجه هذه الجائحة حتى أصبحوا خط دفاعنا الأول واليوم تستلمون الراية وتكملون المشوار فالعالم كله ينتظركم لتسطروا بعطائكم تضحيات تفخر بها الإنسانية الخرجون والخرجات باسمي وباسم أعضاء مجلس الأمناء وإدارة الجامعة أتقدم لكم بالتهنئة وأبارك لدويكم الذين يشاركونكم هذا الإنجاز وهذه الفرحة ونشكر أساتذتكم الذين وقفوا معكم حتى وصلتم إلى هذه المنصة تفترقون اليوم وستلتقون مرة أخرى في ميادين العمل فهنيئاً لتلك المؤسسات التي ستحتضن أمثالكم من المخلصين وفقكم الله لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة الخريجين والخريجات ألقتها بالنيابة عنهم الخريجة الطالبة شم محمد الغول خريجة كلية العلوم الصحية وجهت فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم على رعاية سموه للجامعة وتفضل سموه بحضور وتشريف الحفل اليوم نحتفل بجني ثمار جهدنا وسهرنا وتعبنا أهنئ نفسي وزملائي وزميلاتي الخريجين والخريجات بهذه اللحظة التي طالما انتظرناها جميعاً وها هي قد جاءت تحمل معها البهجة والسرور والفرح وفي نهاية كلمتي أتمنى للجميع التوفيق والنجاح في الحياة المستقبلية فاليوم نغلق صفحة لنفتح صفحة جديدة نسطرها بخطوط من النور والآمال والأحلام التي سنظل جاهدين لتحقيقها ثم بدأت مراسم التخريج حيث تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات الذين بلغوا خمسمائة وتسعة وسبعين طالباً وطالبة من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم الصحية مهنئاً سموه إياهم وداعياً المولى عز وجل أن يؤفقهم في حياتهم العملية والوظيفية ختاماً دعا عميد كلية الطب الخريجين والخريجات إلى أداء قسم المهنيين في المجالات الطبية والصحية أمام سمو نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة متعهدين بأداء مهامهم الطبية والصحية بكل تفان وإخلاص بسم الله العلي العظيم أن أؤدي أؤدي براملة والله على ما أقول شعيد مبروك كاميرا أخبار الدار التقت الخريجين الذين عبروا عن مشاعرهم إزاء هذه اللحظات الفارقة في مسيرتهم العلمية والمهنية الحمد لله وصلنا لنهاية المشوار اليوم كانت هذه اللحظة عم نستناها صار لنا كتير والحمد لله وصلنا وإن شاء الله أيامنا بتكون جاية أنه نكون أطبقنا شحين وإلا بكتب لنا الخير إن شاء الله الشعور لا يصف بعد التعب اللي تعبنا لمدة سبع سنوات تكلله بالنجاح الحمد لله والشكر بتوفيق رب العالمين وبجهدنا وشكراً على كل شيء وجزاكم الله الله بخير فرحانة كتير بهذا اليوم بعد نتيجة سنين طويلة حققت مرتبة الامتياز مع مرتبة الشرف وإن شاء الله هي بداية لمشاريها كتير كبيرة شكراً كتير أشكر الجميع على كل الجهود والصراحة شعوره لا يوصف شكراً للجميع اليوم الحمد لله يعني كتير مبسوطة وهالشي كله بفضل من ربي وكمان بشكر أهلي والجامعة كمان اللي وفرت لنا كل شي ممكن لحتى نوصل لهيك تقدير وهيك مرحلة أنا هلأ كتير فخورة بحالي وبهدي هذا الفخر والجهد كله لأهلي طبعاً أنا كمان يعني فخورة بحالي بس كمان أهلي لون دوري كبير كتير بهذا النجاح ما بعرف كيف بدي عبر عن شعوري الحمد لله يعني شعور لا يوصف وكله بفضل أهلي أول شي الله طبعاً ثم بفضل أهلي الحمد لله والحمد لله ع كل شي